كان أيضاً من الأهداف المهمة ويا ريد برجاو يعرض لنا هدف ريدا سليم هي بالضبط يا كل قصة يعني وكل هدف لحده طيب سأنا عايز أتكلم عن ريدا سليم عشان نبدأ من حيث بدأ الأهل الدخول في المباراة بشكل قوي وشكل فارق إذا خلق في المباراة بشكل فارق يمكن الكرة كانت بترجع طبعاً نادي الأهل يا جماعة مش في الكرة دي بس كنت بتقدر تفوز في وقت كتير زي ما نشايفين بفكرة الساكن بول شوف هنا انت مرتين ورا بعض بتاخد الكرة التانية وده مهم جداً يا جماعة طبعاً هدف ريدا سليم ما قبل الهدف ريدا سليم محتاج كلام كمان ويمكن أنا هنا عايز أقف عند حتة فنية بص انت ازاي بتاخد الكرة التانية ازاي بتاخد الكرة التانية وده حاجة انت كنت افتقدتها في كل كرة تانية تقريباً هتلاقي نفسك واقف صح وتبدأ بتاخد الكرة التانية بتبدأ هنا تعمل الأسست إمام عشور يعني ازاي تقلع الكرة جماعة وازاي وده الكرة يعني متأشرة وكأنها ركل الجزاء هنا مهم جداً اتكلم عن ريدا سليم للأمانة في أول المباراة وانت التنبو عندك او اقاع الفريق مش افضل حاجة والاقاع جماعة في كرة القدم شيء مهم جداً فكرة ان انت تتعلق بالاقاع وبريتم المباراة فتبدأ تفتح صغرات دي أصعب حاجة في كرة القدم فانا بشوف ان ريدا سليم كان طولي الوقت وهو اللاعب اللي بياخدك لإقاع أسرع نادراً انت فكرة الجناح انا شخصياً بحب اللاعب الوينجر او اللاعب اللي بيلاعب على الفلانكس او الخط يكون اللاعب اللي بيروح لقدام بين اللي الفريق بيعمل حاجة اسمها الأكسلريشن فيصرع الفريق فيصرع رتمك فيفتح لك صغرات حبش اللاعب اللي يرجع يلف ويقف على كرته ويبص الوراء ويبدي ظهروا المرمى المنافس ويبدأ يعمل ده قرار ريدا سليم طول الوقت في الملعب انه يعد ويروح وانه يعمل الدريبل ويفتح ويروح ياخد فاول مرة يروح وينقلك مرة يلعب على المرمى هو ده ريدا سليم وعشان كده انا كنت حزين جداً من الناس اللي انتقدت السنائي ريدا سليم وامام عشور بعد المباراة اللي فاتت وهنا قلنا انه هما كانوا من افضل اللاعبين في المباراة انا كنت بشوف ان لو حنقيم وفقاً لظروف واحد بيدخل الاسكواد لا اول مرة والتاني بيدخل الاسكواد وما بلعبش بقال اربع عشور اللي هو امام عشور فانت مفترض تقيم بشكل فيه منطقية ان اللي ما قدمه السنائي في مباراة اتحاد العاصمة هو يذكر فيشكر مالوش حاجة تالت فشوفنا ده ترجمته في مباراة المصري لما بدأ الانسجام يكون اكبر ريدا سليم يا جماعة هو واحد انا بشوف ان محمد بركات كان من يعني الحاجات المميزة فيه ان هو لعب بيعرف ياخد فاول قصة مش تمثيل لا 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 قصة ان انت ازاي تحط جسمك ازاي تجبر لعب المنافس انه يرتكب الاخطاء وياخد كروه عشان بعد كده ما يبقاش ريدا سليم بيتضرب والحكام بتعتقد ان هو بيمس لا ريدا سليم زكي في ان هو يحط جسمه ويجبر المدافع بتاع المنافس على ارتكاب الاخطاء فكان ريدا سليم طول الوقت تحولات هجومية سرعة الفريق المراوغة ويبدأ ياخد فاول او ينقلك في مناطق المنافسين او في الفاينال سيرد عند المنافس ويبدأ يديك تفوق انهاء الهجمة اللعب المباشر على المرمى الاجرشن او يعني فكرة الحماس والشراسة في اللعب كل ده كان عند ريدا سليم واكيد امام عشور برضو يا اسامة بالتأكيد وريدا سليم كمان ما يميزه ان القرار جاهز لعب ما بيفكرش لما شفنا الهدف الاول الكرة جات له فلعبها بشماله ارتدت راحت لامام عشور طبعا هو مغمض امام عشور حتى له زي ما الكتاب بيقول واحسن ما الكتاب بيقول فخد القرار على طول وسدد في المرمى وسجل الهدف الاول والحقيقة مهمة جدا يكون عند اللعب قرار لكن الاهم ان يكون عند اللعب قرار ان يكون عنده شخصية وانا هنا هروح للانتقادات اللي تم توجهها لريدا سليم وامام عشور وهقولك ازاي الشخصية دي ظهرت في المباراة المصري اولا اللعيبة امكانياتها عالية جدا امكانياتها كبيرة جدا عندها ثقة في نفسها كبيرة جدا ولكن الاهم ثقة الجهاز الفني في اللعيبة دي في اختياراته دي اتكلم معهم اشاد بيهم كلر احيانا كتير جدا ما بيطلعش يشيد بلعبة او بأسست طلع بعد امورات المصري اشاد بأسست الامام عشور دي رسالة اتكلم عن امام عشور بعد امورات اتحاد العاصمة الجزائري وريدا سليم دي رسالة بيوصلها اللعيبة دي بتاعتي واللعيبة دي انا عارف امكانياتها كويس فعشان كده قدروا ينزلوا في ارض المباراة اسسيين في مباراة صعبة جدا مباراة داية موسم جاية بعد اخسارة وتظهر الشخصية دي واحد يعني الاثنين سهموا في ان المباراة دي تنتهي بغض النظر عن صناعة الهدف الاول لكن كمان رسالة سليم ورد باهر المحمدي في فاول مجبر عليه بانذار نتيجة سرعاته ومهارته وقراره ونفس الامر تكرر مع امام عشور مع نفس اللاعب لدرجة النبار المحمدي خارج المراضي مش بقى زي المباراة اللي كنا بنشوفها والتجاوزات اللي كانت بتحصل منه والإساءات مع زملاء اللاعبين في الناد لالي لا خارج المراضي وان مقتنع تماما ان انا انا عاجز على ان اجار اللاعبة دي انا فعلا مقتنع ان انا هطرت وما اقدرش اعمل حاجة معهم غير كده اما يسيبهم يروحوا يعني يعدوا فبالتالي انا شايف ان احنا اخترنا رضا سليم وامام عشور بعناية فائقة امكانياتهم جيدة جدا تتبقى فكرة استمرار الشخصية يعني ايه ما تنبهرش بنجاحك المبدأ ده وانت لسه ما عملش اي حاجة النادي الاهلي مش اللاعب اللي بيكسب ماتش وشكرا او اللي رصيده بيكون بطولة وياستكفى مفيش كده خالص في النادي الاهلي انت بتخلص بطولة عايز التانية انت المفترض تكون متارجت وانت داخل النادي الاهلي بتتكلم في عشرين بطولة على الاقل انا مقدرش اخرج من النادي الاهلي الا وانا معايا في رصيدة عشرين بطولة وده مش كلام مرسل معظم الجيل الحالي والجيل اللي هو جيل ابوتريكا معدل خمسة وعشرين بطولة اللي لقى باربع خمس موسم في الاهلي فانت لازم ده يكون ترجطك لا مباراة ولا هدف ولا انذار ولا أسست ولا طرد لكن امام عشور انا عايز اروح كمان لارقام امام عشور لان دي مهمة جدا بغض النظر عن الاداء اللي احنا كلنا لامسينه في ارض الملعب الشخصية اللي احنا لامسينه في ارض الملعب الجابهة القوية جدا اللي اصبحت في الجابهة اليسرى بعد ما كان علي معلول اكثر لعب مفتاح لعب بالوقت لا بيحصل تقدر تريح حالي معلول في ارض الملعب انطلاقات ده سليم انطلاقات امام عشور من الجابهة اليسرى مع كمان السلوس بتاعهم علي معلول هي جابهة فعلا مرعبة ربنا طبعا يعني يحفظ لعبتنا من شر الاصابات لكن هتبقى عندك قدرة ان انت امام التكتلات الدفاعية بلعيبة مهرية بلعيبة عندها رؤية بلعيبة بتقدر تمرر بصات قصيرة في اماكن مزدحمة وبتكون بنفس الدقة لأتديك اضافة فانا عندي هنا امام عشور قدام المصري لعب 86 دقيقة قدر يصنع هدفين له 3 محاولات على المرمى واحدة انتارجت التمريرات الصحيحة نزدقتها 93% واخدوا بالكم 93% ده رقم كبير جدا للعب زي امام عشور لان التمريرات امام عشور اغلبها تمريرات فيها ريسك كبير جدا وفي اماكن صعبة جدا وشفت الاسيست الاول ده ريسك ده صعبة ما تتخيلش ان انت في ظل الغابة دي من اقدام لعيب المصري وبتقدر تصنع الاسيست بالشكل ده لما تيجي تعمل سرو باس من نص منعبك من جابها لجابها ده ريسك فتوصلها لبيرسي تاو فعشان كده 93% دي دقة عالية جدا طبعا استخلاص القرى وفي مرعب الخصم خمس مرات من تسع مرات ارقام طبعا بتحط امام عشور في تنافس على انه كان ياخد افضل لعب في المباراة ولكن بيرسي تاو طبعا سجل الهدفين فالقصة راحت لبيرسي وده كان شيء ايجابي جدا ان انت وانت لعبتك والصفقات الجديدة لو تحديدا اللعب محترف كمان جاي بيقدم نسخة وميازة يكون اللعب اللي عندك موجود بيقدم فارس نسخة وميازة وانا موجود واحنا لسه مكملين بنفس الشغف بنفس الحماس مع الناد الالي فكان مهم ان بيرسي تاو يسجل هدفين على طريقة بيرسي تاو وكمان طبعا بيرسي تاو ساعده في الملعب كم يا جماعة الكدرات الفنية اللي بتخلق له حلول وعشان كده اسامة هو بتكلم على التمريرات يعني احيانا ييجي حد يقول لك ايه اللعب ده دك التمريرات و 98% لا اقول لها جانبية يا جانبية يا خلفية طب يا عم ما هو لازم يبقى التمريرات و 98% يعني ايه الادت فاليو للفريق في التمريرات و 98% اه مطلوب ومطلوب اللعب اللي يبدأ يحفظ لك على امتلاكك للكرة لان ده مهم في الاستحواز برضا عشان ما نبقاش بنتكلم حاجة فنية غلط ولكن اللي مش طبيعي ان يكون فيه لاعب تمريراته بتحمل نسبة كبيرة من الخطورة التمريرات اللي هي بين الخطوط التمريرات اللي بتكسر لك خط و 2 عند المنافس اللي هو خط الوسط وخط الدفاع بتمريره ويكون دقة تمريراته كده كمان الجانب الدفاعي انه هو يستخلص الكرة في نص ملعب المنافس 5 مرات اجماعة ده رقم جيد جدا فبالتالي امام عشور قدم مباراة كبيرة امام عشور كان فارق جدا ولكن لو امام عشور هو في النادي اللي الناس والجمهور هيفرح باللي قدمه وهو ده بالنسباله انه يتقال ان انت مميز وان انت كسرت الدنيا في المباراة دي طب ما انت كنت في نادي كده يعني في نادي جمهوره اي باص اي تمريره اي ترقيصة انت هتبقى اسطورة وحتبقى ملكش حال ولكن انت هنا لازم تستغل ده في ان تفضل عندك الشغف تفضل عندك يا جماعة انا دايما بقول جملة عجبتني جدا لكابتن عماد متعب وهي من افضل حاجات اللي قاله كابتن عماد متعب للاماد اللحظة اللي انت كلاعب في النادي الاهلي وانت جوه الفريق بتحس ان انت طالع من المباراة استكفيت وده رصيدك او بتقيم نفسك بالمباراة هي دي اللحظة اللي انت لما تخلص مسارتك الكروية هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة انما انت بالنسبالك كلاعب اهلي اوعى تبص على السيفي بتاعك ولا اللي انت حققته غير لما تبطل بطل بقى كده وقت زي كابتن عماد متعب وكابتن واق الجمعة وبركات واتريكة وكل اللاعبين اللحقاء وتاريخ كبير جدا ده وابدأ بص السيفي بتاعك انت عملت في ايه شكرا وانت جوه الملعب او هتعمل حركة دي محوص لو انت طبيعي مع النادي الاهلي هتاخد بطولة وحتكسب مباراة وحتقدم اداء جيد وما انت في النادي الاهلي بتعمل ايه النادي الاهلي جابك ليه اصلا لو انت ما بتعملش ده ولكن مين هيكمل مين هيدخل موسيمين وثلاثة واربعة بالشكل ده